السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معيكم ناو سليمان من قناة اكلت بيتي النعاردة هندخل المطبخ مع بعض بس مش هندخل هنستخدم الاعشاب و هنستخدم بهارات بس مش هنحط البهارات في طبخة لا هنعمل بها مشروب حلو قوي المشروب دوت بيساعد على الاسترخاب وكمان بيساعد على حرق الدهون المشروب دوت انا بحب اشربه قوي بالليل ممكن تشربيه في الشتاء دافي ولو في الصيف هتشربيه بارد معانا عشبة حلو قوي النهاردة هي عشبة رجل الاسد العشبة دي ممكن يكون شكلها غريب شوية بس فوايدها حلو قوي بصي ده شكلها بصي عاملة ازاي؟ بيجي بيها من عند العطار او لو بيبيع الاعشاب تقدري تبحث عن فوايد الاعشاب اللي انا هستخدمها النهاردة و انت تعرفي قدي ايه قيمتها عالية لها فوايد كتير جدا مكوناتها حلو قوي الوصفة ديت كمان المشروب دوت طعمه حلو قوي طعمه هيعجبك ورحته حلوة و ليه كده اضافات والاعشاب اللي انا بستخدمها مستحبة يعني مش مثلا رحت وحشة او متقدرش تشربه لا بالعكس كمان هضيف لمون اللمون ده هيدله طعمه مميز بس يلا قبل ما ابدأ واشتغل وتمشي وتنسيني يلا اشترك في القناة فعلي الجرس وعملي لايك يلا نبدأ ونقول بسم الله المكونات بتاعيتنا عبارة عن مرمرية وشمر وينسون وشاي اخضر وكمان كمون وزانجبيل وارفا وهستخدم لمون طبعا كلنا عارفين عجبة المرمرية وعارفين الشمر كمان الاضافة بقى الحلوة قوي اللي بقولك عليها هي عشبة رجل الاسد المكونات دي كلها بتجي بيها من عند العطار او اللي هو بيبيع الاعشاب بليله عايزة عشبة رجل الاسد انت زي مستي ده شكلها شايفة شكلها هو ده انا عايزها زي ما هي كده هنستخدم طبعا اللمون ولو حابة تحطي نعناع مفيش مشكلة هنبدأ نحضر المشروب مع بعض بتجيبي الكبه او المطحنة بتاعتي الخلاط حابة احط من كل المكونات اللي عندي لو الكبه عندي كبيرة شوية او المطحنة كبيرة بتحطي طبعا حسب ما تشيل الكبه او المطحنة بتاعتك حطيت من الزنجبيل وحطيت القرفة وحطيت شيء اغضر وحطيت ينسون كمان مرمرية كل المكونات اللي عندك اللي قلنا عليها هبدأ احطها عشان عايزة اطحنها مع بعض بالنسبة الرجل الاسد ما تقلقيش هي بتطحن عادي هي مش نشفع هي طرية يعني سهل انها تطحن ما تقلقيش او تخافي على الكبه بتاعتك تطحن معاك بمنطقة البساطة انا بس بقى اطحن كده عشان ما تلفش على السلاح بتاع الكبه بصي بتتقطع معاك بسهولة الشكل ده طبعا بتحطي على قد ما تشيل معاك الجهاز اللي انت بتشتغل بيه سواء كبه او مطحنة الخلاط انا عايزك تعملي كمية حلوة علشان ما تكسليش كل شوية يعني ما تقوليش لأ لسه هطحن لأ اطحن كمية على بعضها كويسة وحطيها عندك في علبة او برطمان وتستخدميها هبدأ اطحنهم زي ما انت شايفها هتطحنيهم لحد ما يبقى العشاب كلها نعمة قوي و اندمجت مع بعض بالشكل ده بالشكل ده بصي بقى نعمة ازاي طبعا ريحة الاعشاب والزنجبيل والقرفة والمرمرية رحتها كمان حلوة قوي بصي بقت نعمة ازاي حتى عشبة رجل الاسد بصي مش باينة و اطحن كله مع بعضه وقت ما تحب تعملي المشروب دوت بتجيبي الكوباية وتحطي معلقة واحدة بس وتنزلي بالمية السخنة طبعا المية سخنة عادية نكوني غلياها الشكل دو ما تغليش الاعشاب يعني اعمليها زي ما بنعمل كده الشاي كشري يعني بتحطيها هيا في كوباية وتصبي عليها المية مش مستحب انك تغلي الاعشاب على النار اللي بتاع بالشكل دو مستحب انك تغليش مستحب بعد ما صبيت المية السخنة عليه بحط شرايح لمون بلاش تعصري اللمون حتيه شرايح زي ما انت شايف وبغطي الكوباية عشان ازيوت الطيارة بعد ما سيبت شوية صفيه بقى بالمصف طبعا انا بصفيه بالمصفة علشان الرواصب خلاص انا كده خدت الفايدة بتاع الاعشاب عايزة زودي شرايح لمون انا بحب ازود اللمون فيه عايزة تحطي معلقة عسل نحل مفيش مشكلة يارب يكون الفيديو عجبك لو عجبك الفيديو يلا عملي لايك اشتركوا في القناة